هدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قيام متطرفين إسرائيليين بزعامة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وأكدا أن هؤلاء المتطرفين يدفعون الأمور إلى حافة الهوية ويتعمدون استفزاز مشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أن الاقتحام جار في حماية الشرطة الإسرائيلية التي حولت البلد القديمة إلى تقنة عسكرية وفرضت قيودا على دخول المصليين كما ذكر المتحدث أن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وأنها تدخل في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى